دعا المعهد الإسرائيلي للديمقراطية رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو إلى التنحي عن منصبه مشددا على أنه لن يتمكن من قيادة دولة إسرائيل في الوقت الذي يواجه فيه شبهات بارتكاب مخالفات جنائية خطيرة وراء المعهد أنه على الرغم من عدم وجود قيود قانونية واضحة تلزم نتنياهو بالاستقال قبل نهاية الإجراءات القضائية فإنه لا يمكن تجاهل المس الخطير بثقة الجمهور بمؤسسات الدولة الذي سينجم عن وجود مشتبه بمخالفات جنائية خطيرة على رأس الدولة وفي ذات السياق أشارت تقديرات إعلامية إسرائيلية إلى أن انتخاب نتنياهو رئيسا للوزراء سيشكل معضلة قانونية حيث أن ثلاثة وزراء كبار من قادة الليكود وهم ياريف لفين وزيف إلكن وقلعاد إردان سيتم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم في قضايا نتنياهو الأمر الذي يحضر عليه التواصل معهم بينما يفترض أن يكونوا جزءا من حكومته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر